بسم الله الرحمن الرحيم أحبة في الله هذا السؤال وردني عن زواج أبناء وبنات سيدنا آدم محوى كيف تزوجوا مع العالم أن زواج الإخوة محرم زواج المحارم محرم في الإسلام الحقيقة أيها الأحبة هناك شيء ينبغي أن ندركه قبل أن نعرف السبب ينبغي أن نتساءل لماذا يحرم الله الأشياء علينا أصلا يعني طبعا السبب أن الله سبحانه وتعالى يحرم علينا الخبائث قال سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إذن كل شيء فيه ضرر لك أيها الإنسان هو محرم عليك هذه قاعدة الشيء الذي فيه فائدة حلل الآن دعونا نرجع لسيدنا آدم نحن نتعامل مع القضية وكأن سيدنا آدم موجود اليوم الشيفرة الوراثية للإنسان أيها الأحبة تطورت وتأثرت عبر آلاف السنين بأمراض وفيروسات ونتيجة تزاوج البشر مع بعضهم حدثت تغيرات كثيرة سيدنا آدم عليه السلام الله تبارك وتعالى خلقه نقيا ونفخ فيه من روحي فكان هذا النبي الكريم سيدنا آدم عليه السلام كان إنسانا نقيا خاليا من أي مرض من أي خلل وراثي لا يوجد أي مشاكل لديه لأنه هو أول مخلوق من البشر وإذ قال ربك إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمع إلا إبليس فآدم عليه السلام خلق الله له أمنا حواء كانت كل يعني لا يوجد وقتها أمراض لا يوجد شيء اسمه مرض المرض جاء فيما بعد المشاكل الوراثية جاءت فيما بعد نتيجة آلاف الأجيال أما أبناء سيدنا آدم فكانوا أيضا أنقيا فليس هناك ضرر من أن يتزوج مثلا أخت بأختي أو أخ بأختي أو أخت بأخيها طبعا وفق نظام معين نحن طبعا نجهل الطريقة التي تمت ولكن من المؤكد أن هناك نظام أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم يعني مثلا كانت أمنا حواء يعني كما في بعض التفاسير تلد في كل مرة أخ وأخت في الحمل الثاني تلد أخ وأخت فالذي يعني الأخ الذي جاء من الحمل الأول يأخذ أخته من الحمل الثاني والعكس يعني هذا بعض الأراء أو التفاسير ولكن على كل حال أيها الأحبة يعني الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق وهو الذي يختار ولو كان هناك ضرر أو مشاكل من هذا الزواج لأن قرضت البشرية لأننا الآن لماذا يحذر الأطباء من زواج المحارم يحذرون لأنه يقضي على النسل يحدث تشوهات وراثية خطيرة في الأجيال التي ستأتي في المستقبل وبعد عدة أجيال يحدث أو ينتج لدينا جيل مشوه بالكامل لديه أمراض لديه نقص مناعة لديه مشاكل فلو كان هناك ضرر لكان انقرض انقرض الجنس البشري قبل أن ينتشر ولكن بما أن سيدنا آدم كان مخلوقا نقيا خاليا من المرض شفرته الوراثية الله هو الذي صنعها وخلقها ليس فيها مشاكل متى بدأت المشاكل بعدما تكاثر البشر عبر مئات السنين وتباعدوا وبدأت المشاكل الوراثية لزواج المحارم حرم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر إلى يوم القيامة وبالنتيجة أيها الأحبة نحن لو فكرنا حسب مبادئ الهندسة الوراثية هناك بحث علمي يقول كل البشر الآن على كوكب الأرض يعودون لرجل واحد عاش قبل 250 ألف سنة تقريبا هذا بحث علمي نتجة تحليل الشفرة الوراثية للبشر وجدوا أن كل البشر الموجودين حاليا يعودون لأصل واحد فإذا بالنتيجة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم لآدم وآدم من تراب فهذا الموضوع أيها الأحبة لا ينبغي أن يسبب تشويشا لبعض الناس الذين يعني يستمعون لشبهات الملحدين لأن الملحد يطرح الشبهة ولا يعرف ماذا يتكلم حقيقة يعني هو يتخيل أن في عصر سيدنا آدم كان هناك بكتيريا وفيروسات وأمراض وكان هناك مشاكل وراثية وكان هناك كذا وكذا وكذا هذا الكلام غير موجود لأن هؤلاء العلماء أنفسهم لا يؤمنون بالروح يعني عندما يقول سبحانه وتعالى ونفخت فيه من روحهم لا يؤمنون أصلا بوجود الروح لا يؤمنون بأن سيدنا آدم هو أول البشر يقولون أنه تطور عن قرد وهذا الكلام غير صحيح وحتى علميا لم يثبت إذن أيها الأحبة ينبغي أن نقيس الأمور بنتائجها وليس يعني سأعطيكم مثال يطرحه أيضا بعض الملحدون وبعض المسلمين من حقهم أن يفكروا يقول لك الله تبارك وتعالى خلق البشر هو صممت دماغ الإنسان إما أن يعمل الخير أو الشر طيب لماذا يعذبهم لماذا لم يخلقهم كلهم أنقيا أتقيا مثل الملائكة مثلا فهذا السؤال أيضا الإجابة عنه سهلة جدا نقول له يا أخي أنت الآن هل أحد يجبرك على الإلحاد أنت تريد أن تختار طريق الإلحاد هل أحد يجبرك على الإلحاد سيقول له سنقول له لماذا لا تؤمن بهذا الخالق العظيم وتكون ممن كتب الله له الجنة والفوز العظيم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى وتنجو بنفسك من عذاب النار هل يستطيع أحد أن يمنعك يقول لك لا ولكن هو يستكبر والشيطان يوسوس له وبالتالي هذا الإنسان يتذرع بحجة جواهية يقول لماذا خلقني الله وهو يعلم أنني سأكفر ثم يعذبني طيب لنفرض هذا الكلام صحيح طيب هل تترك نفسك تعذب في نار جهنم إذن أنت غير مقتنع أصلا بهذا الكلام هذا كلامك كذب لأنك غير مقتنع به لأنك أصلا لو اقتنعت أن هناك إله وأنه بالفعل خلقك ليعذبك كما تظن لو كان ظنك يعني لو كنت صادقا في طرحك هذا أن هناك إله وأنه خلقك وأن هناك نار جهنم سيعذبك بها صدقني سوف تؤمن بهذا الإله مباشرة وتخاف منه وتسرع لتعمل الخيرات لتنجو بنفسك من هذه النار الآن لنفرض أحد قال لك هناك حريق سيلتهم هذا البناء مثلا هل تجلس في مكانك إذا تأكد من هذه المعلومة بغض النظر عما أحدث الحريق ستهرب ستنجو بنفسك أما إذا كنت غير مقتنع بأن هناك حريق ستقول له هذا كذب وكذا وكذا ولن تفعل أي شيء فهذا الملحد غير مقتنع أصلا بوجود الله وغير مقتنع بأن هناك نار جهنم فهو يضع لك حججا لكي يبعدك عن الإيمان ويجعلك تتبعه لكي تدخل معه في نار جهنم والعياذ بالله كذلك الشيطان يعني عندما قال لأضلنهم ولا أفكذا وكذا وكذا وأغوينهم وكذا يعني تعهد فقال له الله سبحانه وتعالى فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد أنا حقيقة أعلم أو أصل إلى قناعة أن هناك إله عظيم خلق هذه النار ليعذب بها الكفار واستيقنت بهذه المعلومة أو هذه الحقيقة هل أكفر هل من المنطق أن أكفر بهذا الإله العظيم وأقذف بنفسي في نار جهنم لذلك أيها الأحبة ينبغي مثل هذه الأسئلة أن يعني نطرحها بهدوء نفكر فيها و يعني ينبغي أن نعتقد أن هناك إلها حكيما عليما منع عنا بعض العلم ما يسمى بعلم الغيب منعه عنا رحمة بنا يعني مثلا لا أحد يعلم متى يموت لأن الله تعالى لو جعلنا مطلعين على الموت لم استمتع أحدنا بحياته أبدا مثل إنسان محكوم عليه بالإعدام ولو بعد عشر سنوات حكم وهو يعلم أنه سيعدم بعد عشر سنوات لن يهنأ له عايش الله تعالى أخفى عنا مصيرنا يعني أنا لا أعلم مصيري إلى الجنة أم إلى النار ليجعلك تكثر من الدعاء وتكثر من اللجوء إلى الله وتكثر من العمل الصالح لتفوز بجنات النعيم وإذا كنت من أهل النار أيضا منع عنك أو أخفى عنك أن تعلم مصيرك ما هو لكي يعطيك فرصة تلوى الفرصة تلوى الفرصة لتتوب وترجع إلى الله إذن علمتم أيها الأحبة فالله عز وجل لا يعطينا معلومات حول كل شيء رحمة بنا تماما مثل هذه العين هي ترى مجال بسيط من الترددات الضوئية أو الطيف الضوئي من اللون الأحمر إلى اللون البنفسجي فقط سبع ألوان ما فوق البنفسجي وما تحت الأحمر لا نرىه رحمة بنا وإلا لم نستطع أن ننام في الليل لأننا سنرى الأشعة تحت الحمراء وهي الحرارة أي مصدر حراري سيشع إذن أيضا هناك شيء آخر السمع أيها الأحبة الله منعنا أو كان من حكمته أنه سمح لنا فقط بترددات معينة هي المريحة للأذن نسمعها أما الترددات العالية لا نسمعها وإلا لصمة آذاننا الترددات منخفضة جدا لا نسمعها وإلا لم نستطع لا أن ننام ولا أن نستقر ولا أن نهدأ سنسمع صوت حركة الأرض سنسمعه أصوات كثيرة سنسمعها بعض الحيوانات يسمعونها طبعا إذن أيها الأحبة الله عز وجل يختار لك أيها الإنسان الخير اختار لك مجال بصر محدد طيف ضوء محدد تراه فقط رحمة بك مجال للسمع محدد علم الغيب أخفاه عنك رحمة بك أيضا مصيرك وهو الموت متى يكون أخفاه عنك رحمة بك نحن إذا كان هناك مريض سرطان يعني عافانا الله وإياكم منهم نحاول أن نخفي عليه هذا المرض لكي لا ينهار نفسيا ونقول له أنت ممتاز وأنت بأفضل صحة وستتعافى قريبا كذا كذا لماذا نخفي عنه فتصور لو أن الله أطلع كل واحد منا على نهايته أو أجله ما الذي سيحدث ربما لا 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 يحدث أي بناء في هذا الكوكب وسينقرض الجنس البشري شيء ثاني أيها الأحبة الأسئلة المتعلقة بسيدنا آدم كيف خلق ومتى وكيف نزل من السماء هناك طبعا آيات قرآنية كثيرة ولكن الملحد يدخل من هذا الباب يقول لك كيف يمكن لمخلوق أن ينزل من السماء وهو بشر وفي الكون أو خارج المجال الغلاف الجوي لا يوجد أكسجين طب كيف سينزل من دون مركبة فضائية مثلا ثم سيقول لك كيف كان يكلم الملائكة والملائكة لا ترى كيف كذا كيف فأسئلة كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا طبعا أجوبتها موجودة في القرآن القرآن علمنا كل شيء ولكن ينبغي أحبة في الله أن تتمتعوا بصفة مهمة جدا سأختم بها وهي أول صفة للمتقين ذكرها الله في القرآن بعد سورة الفاتحة لدينا سورة البقرة ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين متى يهتدي هؤلاء المتقون أو من هذا المتقي الذي هو على هدى من ربه الآية الثانية تقول أول صفة الذين يؤمنون بالغيب أول صفة أحبة في الله ينبغي أن نعمق إيماننا بالغيب قل كل من عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا أي سؤال يعترضك أنت كمؤمن ثقتك شديدة وقوية بالله تبارك وتعالى قل آمنا به كل من عند ربنا باختصار الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إذن صفة الإيمان بالغيب ضرورية جدا أيها الأحبة لتعيش حياة مطمئنة هذه الصفة الله يحبها أول صفة للمتقين الذين قال الله فيهم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر سبحانه وتعالى هؤلاء المتقين أول صفة لهم في القرآن ما هي الذين يؤمنون بالغيب ثم تأتي العبادات والصلاة والزكاة وكذا ولكن أهم صفة يحبها الله في عبده المؤمن الذين يؤمنون بالغيب تماما مثل أنت لديك رئيس في العمل يفعل أشياء قد لا تفهمها ولكن هو يحب منك أن تصدقه وتقتنع بما يقوم به وأن تطيعه طاع عمياء كما يقال فهذا في حق البشر كيف بحق الله عز وجل الذي عنده مفاتح الغيب عنده علوم الدنيا والآخرة هذا الإله العظيم أمرك أن تؤمن بالغيب قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنهم ينفقون ثم قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل والزبور وكذا وبالآخرة هم يوقنون يقين ثابت بالآخرة يقين يومي أنا كل يوم أتخيل أن الآخرة آتية لا ريب فيها الساعة آتية كل يوم ينبغي أن تفكر في هذا الأمر أولئك على هدى من ربهم مرة أخرى قال هدى للمتقين ثم ختم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على هدى منه سبحانه وتعالى وأن نكون من المفلحين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا